أهلا بيكو الحكومة بترفع أسعار السولار الترند الأول كان في مصر من الصبح هو السولار الناس كلها بتتكلم على الزيادة اللي تحصل في أسعار المواصلات لكن هناك إعلامي مصري حمل الشعب المصري المسئولية عن الأزمة الحالية محمد الباز يتهم الشعب المصري بأنه المسئول عن الأزمة الحالية ولذلك سؤال النهاردة اللي يطلع قدام حضراتكو على الشاشة الحكومة المصرية بترفع أسعار السولار والباز المواطنون السبب بنسأل حضراتكو عن رأيكو في الاتنين في ان انتو السبب وفي ان الحكومة بترفع السولار النهاردة نشوف مع بعض موقع الحرة اللي بينقل عن الحكومة المصرية ووزارة البترول قرارات رفع الاسعار قالت وزارة البترول والثروة المعدنية ان لجنة التسعيل التلقائي للمنتجات رفعت اسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8 جنيه وربع للتر وابقت اسعار البنزين دون تغيير الاسباب اللي قالتها الحكومة تعالوا نشوفها مع بعض كده في الخبر التاني الحكومة الحقيقة كان لها مجموعة من الاسباب بتقول انه ارتفاع الاسعار العالمية للمشتقات النفطية الحكومة المصرية بتدعي انه الاسعار العالمية للنفط والمشتقات النفطية بترتفع وبالتالي هي بترفع الاسعار عشان ايه؟ عشان الاسعار العالمية خليك فاكر السطر ده لانه مهم قوي تراجع أسعار صار في الجنيه المصري أمام الدولار معلش مع احترامي أنا مالي يعني أنتوا اللي عندوكم مشكلة في الجنيه أصاد الدولار وانتوا اللي بتعوموا الجنيه وانتوا اللي مودين الجنيه في 60 دهية أنا كمواطن مصري استفدت إيه أنا مالي أنا لما تقولي أن الأسباب تراجع أسعار صار في الجنيه المصري أمام الدولار ما دي مسؤولية ساعتك مش مسؤولية أنا بتطلعها علي أنا كمواطن مصري ليه ده سؤال مهم السبب التالت ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السلال على الدولة لتصل ل 12 جنيه وربع الدولة حقيقة بتدفع كتير قوي من جبهة وان الحكومة تحملت تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية الحياة مشفاق ما بفهمش ابدا نظام المن والازى ده ما هو انت حبيبي انت وظيفتك اصلا تتحمل تداعيات اي ازمة هو انا كشعب هتحمل تداعيات الازمة ليه وبالمناسبة ده في اي حتة يعني بريطانيا هنا لما الاسعار بتزيد اه الناس بتنزل الشوارع الناس بتقلي بالدنيا ليه لان انا مش وظيفتي ان انا كمواطم مقيم بدفع لحضرتك درائب وبقدل واجبات اللي عليا ان انا تحمل فاتورة تأثرك او تأثر قراراتك الاقتصادية بحرب في جزر الواق واق انا مالي انا كمواطم ماليش علاقة دي وظيفتك انت كمسؤول الدولة هنا بريطانيا بتحاول تتحمل المسئولية وبتواجه انتقادات للاقات المتحدة نفس القصة مصر بقى ما بتسمحش بالكلام ده مصر بقولك لا ده احنا بقولك ايه ده احنا بقالنا سنتين ولا سنة شايلين الهم ومش عايزين نزود عليكم الاسعار عشان الحرب الروسية الاوكرانية ده احنا متحملين كتير او ايه يا عم ايه ده ده شغل اتنين هتطلقوا يعني ايه طريقة المطلقات دي مع كامل الاحترام للمطلقات يعني بس ايه ده يعني ايه ده اللي هو انا كنت بعملك لا انا كنت بعملك لا منا قصي كنت بخدمك منا كنت بصرف عليك لا منا كنت بخلي بالي من عيالك منا كنت بجبلهم هدوم مس انا كنت ببضخ لك منا اللي كنت بجيب الف Leah ايه يا جماعة ايه يا جماعة ده ايه ده يعني ده شغل رتح بين اتنين هينفصلوا دي مش علاقة دولة او نظام بالمواطنين بتوعه يا بي انت وظيفتك انك تحل المشاكل انت مسئوليتك انك توفر بدائل مش مسئوليتك ان كل ما تتزنق تنفخ الناء مش مسئوليتك دي ومش مشكلتي انا ان حضرتك اقتصادك كان واقع وان عندك مشاكل ومعاوم العملة ومنعت الناس تزرع والامح بقى عندك فيه مشكلة ومشعاف ايه فاول ما روسيا ضربت اوكرانيا انت تهزيت فتلف وشك نحيتي بقى بقولك ايه انا بصرف عليك بقى لي كم سنة انا التكلفة مكلفاني 12 جنيه في اللتر انا تحملت سنة خلاص بقى يلا اعتمد على ايه ايه اعتمد على نفسك ايه ده امال انتو نظام بتحببه ايه امال انتو مسئولين ليه اصلا الله امال حضرتك رئيس دولة بتعمل ايه انت رئيس حكومة بتعمل ايه فالحياه جماعة انه طريقة المن والازل ان انا عملتلك وسويتلك دي انا يعني قلت التشبيه بتاعها ومش هيدو تاني طيب الحكومة كانت بتقولك ايه انه في ارتفاع في اسعار النفط العالمي مش كده طب طلعوا لنا المفاجئة يا جماعة ما نشوف كده اسعار النفط زادت ولا قلت ما يمكن تكون زادت يعني جاربت المال يوم اربعة مايو الفين تلاتة وعشرين اسعار النفط تتراجع الاربعاء بنسبة اربعة في المية تراجعت اسعار النفط في خدام تدولات الاربعاء بنسبة اربعة في المية ليواصل الخام خسائره بعد رفع مجلس تحديات الفيدرال الامريكي اسعار الفايدة وقلق المستثمرين بشهد الاقتصاب بحسب وكالة سي ان بي سي يعني الاسعار بتنزل بتاعة النفط العالمي اه ومال الحكومة عندنا بتقول انها بترفعها ليه اما هو اصل ما حدش هدور ورانا ما حدش هدور ورانا ازاي ده احنا في الفين تلاتة وعشرين لا ما هو احنا كنا بنقول لهم زمان ان وقعنا تسع طائرات وداخلين تال لقبيب كانوا بيبسطوا وبيصدقوا اللهم مش هيصدقوا الايام دي لا وحياتك مش هيصدقوا ليه اصباق فيه ناس بتعرف تدخل بضغطة زر تجيب اسعار النفط في العالم النهاردة فتطلعك كداب تطلعك انسان افاق بترفع الاسعار على الناس بتوعك وعلى الشعب بتوعك وبتتحجد باسعار النفط العالمي بس هي انخفضت ما ارتفعتش زي ما انت قلت يا كذاب فاللي بتعملوه ده ما يصحش عيب يا جماعة اختشوا احنا في الفين تلاتة وعشرين الناس بتعرف تجيب المعلومة كده اهو الجهاز الغريب ده بيدخل على اي حتة بيعمل سيرش بيطلع له اللي هو عايزه وبقى في جوجل ترانسليت كمان بيديله الترجمة وبيعمله كل حاجة او بيفتح اخر كلام بالليل بيشوف العالم بيقول ايه عن مصر بيعرف القصة بمصادرها وبيروح ينام يعرف ان انتو حكومة كدبين وقفقين ورئيس قزم مش عارف يحل اي ازمة طيب لما السولار بيزيد ايه اللي بيزيد معاه برافو ايه اول حاجة المواصلات ولما المواصلات هتزيد الاكلة هيزيد وكل حاجة هتزيد طيب شوفونا يا جماعة كده المواصلات زالت قدي مصراوي زيادة السولار ترفع تعريفات الركوب وموجة تضخم متوقعة بعد ساعات من زيادة السولار جنيه واحد رفعت القاهرة وكافة المحافظات تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية وذلك لسيارات النقل العام والجماعي والسيرفيس طيب تعالوا نشوف مع بعض رحلة السولار في عهد عبد الفتاح السيسي كانت عاملة زي من 2013 لحد النهاردة شوية ارقام مهمة جدا واقفهو ماسك الخرطوم او معرفش الخرطوم زي زملاء يعني حطينه فين لكن يعني هو عبد الفتاح السيسي واقف جنب المكانة بتاعة السولار اسعار السولار في مصر من 2013 ل23 في 2013 كان بجنيه وخمس اروش 2014 ربنا نفخ في صورته بقى بجنيه وتمانين في 16 في عهد السيسي بقى باتنين جنيه 35 2017 السيسي مخلصوش فزوده بقى 365 في 18 قال يا جماعة تلاتة ايه وكلام فارغ ايه ده احنا بنصرف عن ناس خلوه خمسة ونص 2019 بعدها بسنة قال الخمسة ونص مش مريحاني فزودوه عن ناس اكتر خلوه 675 في 22 قال لا نطلع لفل الوحش خلوه 7 وربع 23 الحمد لله طلعوا اجذوبة انه السعر العالمي زاد وهو ما زادش ولا حاجة فخلوه ب 8 وربع نسبة الزيادة في عهد الراجل اللي واقف جنب الخرطوم بتاع السولار ده حوالي 800 في المية لكن في كوكب اخر يظهر المدعو محمد الباز كي يدعي على حضرتك ايها المواطن المصري الغلبان ان انت السبب والمشكلة فيك انت ما تيكون شوف الباز قال ايه 95% من الازمة الاقتصادية اللي مصر عايشاها الشعب هو المسؤول عنها وده كلامة حسب عليه قدام ربنا